بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره وأصلي وأسلم على سيد الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في هذا الدرس الجديد من الدروس البيانية المباركة نتناول موضوعا ونطبق عليه بعض هذه الأحاديث التي تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والغرض من هذا الموضوع هو أن نبين معنى الحديث ومعنى السنة ولذلك وضعت له عنوانا الفرق بين الحديث والسنة لأن هناك عددا من الناس كلما سمعوا حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحببون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتوددون إليه بالعمل بهذا الحديث الذي سمعوه لكن هل كل حديث يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن العمل به هنا جاء البيان فالأحاديث التي تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مراتب المرتبة العليا الأحاديث التي تنقل عنه وتصح الطرق بها ويكون العمل منقولا أيضا عن الصحابة الكرام بها فهذه الأحاديث صاحبها العمل هذه أعلى مرتبة وأحاديث نقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والطريق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نقلت به صحيح من حيث الصناعة ولكن لم ينقل العمل المستفيد بها ربما عمل بها بعض الصحابة وربما عملوا بها في مرحلة ثم ترك العمل بها وهكذا فهذه دون الأولى ومنها أحاديث هي في الحقيقة من حيث الصناعة الحديثية لا ترقى إلى القوة التي تقبل بها من حيث الصناعة الحديثية ولكن عمل بها بمضمونها يعني الصحابة رضوان الله عليه وعمل بمضمونها التابعون ونقلها الأئمة فقها يعملون به والمرتبة التي بعد هذه هي أحاديث فقط بالوصف وإلا فهي مكذوبات وموضوعات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه في الحقيقة لا تستحق أن نصف بأنها أحاديث ولكن عندما نقول حديث موضوعه هو من بابي التجوز فقط وإلا فهي لا تستحق أن تسمى أحاديث دعنا الآن نبدأ ببيان هذه المعاني الفرق بين الحديث والسنة أو التفريق بين الأحاديث والسنة ظهر مبكرا فسيدنا عمر رضي الله عنه بلغته أحاديث لما تفرق الصحابة في الأمصار ورأى بأن تلك الأحاديث التي تبلغه لا يعرفها ولا يعرفها من حوله أي ليس العمل بها فصعد المنبر وقال أحرج على كل مرة وحديثا العمل على خلافه لأنه سيشيع أحاديث ربما سمعها من الرسول صلى الله عليه وسلم وقد نسخت أو سمعت ولكن فهمت على غير المعنى المطلوب أو ترك العمل بها وصار العمل بشيء آخر وهو الذي صار مشهورا معمولا به وإن لم يكن النسخ لنوقت تكون الأشياء عملة بها وليست ترك العمل بها وليست من قبيل النسخ أما هي من قبيل أن هذا جائز وهذا جائز فكثر العمل بهذا الجائز ولم يكثر العمل بهذا الجائز فحتى لا يختلط الأمر على الناس أراد سيدنا عمر رضي الله عنه أن يصبح الناس متدينين بأشياء مشهورة معلومة وهذا هو الذي حمل الإمام مالك رحمه الله على أن لا يودع موطأه إلا عددا قليلا من الأحاديث أي أودع فيه ما هو معمول به مشهور العمل به والأحاديث التي جائز العمل بها ولكن ليس مشهور العمل بها تركها أيضا من ما يروى عن التابعين أرضوان الله عليهم هذا الخبر الذي روينا عن الصحابي سيدنا عمر رضي الله عنه مما يروى عن التابعين يقول الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله وهو من أئمة الحديث يقول كان حمد بن زيد أعلم بالسنة وبالحديث الذي يدخل في السنة هذا وصف به حمد بن زيد رحمه الله الجميع وكان يقول الثوري أي الإمام الثوري إمام في الحديث أي يعرف الأحاديث الصحيحة والضعيفة والطرق والروايات والأوزاعي رحمه الله إمام أهل الشام إمام في السنة أي يعرف ما هو المعمول به من الأخبار الذي رصخته الصحابة الذين عاشوا بالشام ولكنه ليس إمام في الحديث أي لم يتعاطى المعرفة والتمييز للطرق والروايات كما تعاطى الثوري ومالك أي الإمام مالك إمام فيهما أي له خبرة ومعرفة ودراية واسعة بالأحاديث وبالطرق وله خبرة واسعة أيضا بالسنن أي الأحاديث التي عليها العمل إذن إذن وقتشكي كل حديث فقط حديث ومشي سنة من لم تكونش عليه العمل هو حديث على الرأس العين ولكن بما أنه ليس عليه العمل لم يرتقي إلى مرتبة السنية ومشي سنة تنتزاعا وهذا المعنى رائع جدا تقول لك إذا أردنا أن نأخذ الدين ما نأخذه شيء من حديث رواه الواحد والاثنين والثلاثة إذا كان بجواره الدين منقول بالآلاف وهنا نبغي نبين واحدة قضية مهمة جدا وهو أن الدين أرى جماعة من الصحابة بالآلاف كانوا يتدينون به أي بدين الإسلام بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فيشاهد صلواتهم ويشاهد صيامهم ويشاهد حجهم ويشاهد بيوعهم وأنكحتهم وتجارتهم وإجارتهم كان يحكم على تلك البيوع وتلك الإجارات وتلك العبادات بأنها صواب والتابعون لما فتحوا أعينهم وجدوا أنه بالفعل الصحابة على ذلك الأمر أي من عباداتهم في صلواتهم وصيامهم وزكاةهم وحجهم هذه هي السنن هذه هي اللي سنسميها سنن وهذا هو اللي غادي يصبح من بعد الفقه اللي غادي يعملو به الناس فكانوا صحابة أهل المدينة وصحابة أهل الشام أي الصحابة الذين سكنوا الشام والصحابة الذين سكنوا في العراق كل هؤلاء الصحابة كانوا يتدينون بدين الإسلام والناس ينظرون إليهم وإلى أقوالهم المطابقة لأفعالهم فيأخذون الدين كما قال ربيع بن عبد الرحمن رحمه الله ألف عن ألف يعني جماعة الصحابة يتدينون وينظروا إليهم جباعة التابعين وما اختلفوا في النقل عنهم هذا هو مش كنقوله إذا جاش حديث ومختلف على هذا الشي اللي تدينوا به الصحابة في جماعتهم وتعاملوا به التابعون أيضا في جماعتهم نقوله هذا الحديث وخطرق دياله صحيحة نرده نبدأ بالأمثلة عندنا الصحابة رضوان الله عليهم صاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرأى كيف كانوا يمتنعون وفي أي وقت يمتنعون عن الأكل والشرب وفي أي وقت يفطرون ويقطعون الصيام فتعلموا إذن الصيام وأحكامه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم شاهدوه كيف يفعل وفعلوهم والرسول يشاهدوهم إذن الطريقة التي كانوا يتعبدون بها أليس مشهورة بينهم إذن فهي مشهورة ولكن جاءتنا بعض الأحاديث عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه وعن غيره أنهم كانوا يأكلون ويشرابون حتى تقولوا واشي طلعات الشمس يعني بقهم استمرين في الأكل والشرب بعد طلوع الفجر الذي نعرفه نحن معتادين الآن هل هذا الحاديث به نترك الطريقة التي نقلها جماعة التابعين عن الصحابة وقررها الفقهاء من أتباع التابعين لأن فقهاء الأمصار الذين يعدون بعد التابعين والذين تنسبوا إليهم المذاهب اليوم كلهم أبناء تقريبا القرد الثاني هم الذين قرروا بما نقل عن طريق التابعين جماعتهم عن طريق الصحابة في جماعتهم قرروه مسائل يعمل بها الناس يتديانون ويتقاضون وهكذا إذن لما يجيني هذا الحديث ألقى فيه بأن هذا الصحابي كانت تياكل ويشرب حتى باين ضوف الطريق واش نقول والله لجب الله حديث هذا التعامل به لا علش لأنه يخالف السنة المعمول بها أقصد المشهور في العمل في قطع الأكل والشرب وهو عند طلوع الفجري وطلوع الفجري ليس هو الوقت الذي يكون فيه الضوء لائحا في الطرقات وتتميز به الأشياء إذن اللي كي يرويو هاد الأحاديث في القناوات والتي ينشرها في بعض الكتيبات اللي فيها أن الأكل والشرب ماشي مشكل حتى وخا بنضو كان قولوا احنا بنضو في الطريق أو تيقول بأن هذا الفجر اللي كيودنو فيه لمؤذنون اليوم أراه مختلف على اللي في الأحاديث كان قولوا لأ الأحاديث ديالك ما كانت تكلموش على الصحة ديالها الآن معاك ولكن كانت تكلمو على أن العمل مشعلها والعمل اللي الناس كي تدينوا به هو الصباب وبهذا أحذر من مثل هذه الأحاديث التي تجعل الناس يبطلون صيامهم أراه قطع الأكل والشرب يجب أن يكون قبل طلوع الفجر الذي يحدد اليوم بطريق علمي وتوزعه وزارات الأوقاف في الدول لأن هذا الحساب هو حساب دقيق وكل الأحاديث التي فيها الأكل والشرب بعد هذا الوقت المحدد كلها مرضودة من حيث العمل وإن جاد لأحد بصحتها من حيث السند أهلش؟ قلنا لأن هذه أحاديث والعمل يكون بالسنن أي القواعد المجتهرة المنتشرة بين الصحابة والتابعين والتي قررها الفقهاء في مذاهبهم إذن هذا واحد من النماذج دي الأحاديث وهي أحاديث ولكنها مخالفة للسنة إذ السنة هي أن نقطع الأكل والشرب في الوقت الذي هو محدد عندكم اليوم في التوقيتات واليوميات التي تشرف عليها وزارات الأوقاف عندنا أيضا أحاديث مكذوبة وربما تستهوي أناس لأن فيها ربما أوجه من تعظيم الله عز وجل أو أشياء من هذا القبيل وقلت هذا النوع كنسميه أحاديث ليس لأنها بالفعل أحاديث ولكن تجوزا وإلا فهي مشيء أحاديث من ذلك ما يروى هكذا نعبر عن الحديث الموضوع ما وسعني سمائي أي حديث يقولون هذا يسميه حديث قدسي ولكن ما قدسي محتحجا ليس ليس محاديث يروى أن الله قال سبحانه عز وجل من هذا ما وسعني سمائي ولا أرضي ولكن وسعني قلب عبد المؤمن هذا على كل حال حكم العلماء بوضعه هذا من جهة ومن جهة أخرى حتى لو أرضنا أن ننظر فيه بميزان العقل سنجد فيه التجسيم والتشبيه وكل ما يتنزه عنه الله سبحانه عز وجل هذه موجودة في الكتوب مثل هذه الأحاديث مثل هذه الأخبار موجودة في الكتوب ولكن إذا قرأها الإنسان يجب أن يعلم بأن العلماء قد حكموا عليها بالوضع وأن فيها قدر من التجسيم الذي لا يليق بالله سبحانه وتعالى حتى وإن أرضنا أن نبحث لها عن تأويل وهو أن القلب المؤمن يدرك بالنور عظمة الله فإنه لا يمكن أبدا أن يدركه الإدراك الشاميل فهذا فوق إدراك كل مدرك الله سبحانه وتعالى عظيم وعظمته لا تقدر بهذا التقدير الذي نراه في هذه الألفاظ لكن هناك حقيقة أحاديث هذه الأحاديث صحيحة وأيضا بالفعل العمل بها كان مشتهرا ومنتشرا والحاديث الذي أمثل به في هذه الجلسة البيانية يتصل بخلق المسلم فعند سعيد بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأخرجه الإمام أبو داود وهو صحيح الإسناد هذا الحديث إذا تأملناه يحمل معاني جمع ولنبدأ بألفاظه يقول صلى الله عليه وسلم إن من أربى الربا كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطبنا ونحن نعرف معنى الربا ويقول لك هذا من الربا الأكثر والربا كما هو معلوم هو أن يقرض شخصون شخصا آخر يسلف له واحد الإنسان يسلف الشيء واحد آخر ويفرض عليه يقول له غادي نعطيك 100 درهم ولكن غادي يصر الضهالية ب120 درهم هذا هو الربا هذا معروف إذن واحد الرجل سلف الرجل آخر أو مرأة سلفت المرأة أخرى قرض وقالت له أرض لي هذا القرض ولكن مع واحد الزيادة شرط عليه هذا هو كان سميه الربا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان هذا النوع الذي هو استغلال هاجة الآخرين باش تربح على ظهرهم إذا كان فيه هضم لحقوق الآخرين وفيه استغلال لحاجتهم وظلم لهم فإن الظلم الأخطر والظلم الأقوى هو أنك تمس عرض أخيك من غير حق هذا هو الظلم الأكبر ما المقصود بالعرض العرض أيها الإخوة هو كل شيء يكون فيه الفخر للإنسان به الإنسان إذا كان كيف تخر بالزوجة دياله وهو كذلك والزوجة تفتخر بالزوج ديالها والإنسان يفتخر بأبنائه وبناته والإنسان يفتخر بمنصبه ومكانته فكل من تكلم في زوجة إنسان أو زوجها أو أبنائه أو أبنائها أو ذكر بعض أوصافه التي هي من شكله أو من حاله الخلق الطبيعي هذا يعتبر مس بالعرض إذا كان من أجل الاستهانة وإذا كان من أجل التحقير وإذا كان من أجل التهوين فلذلك أي رجل أو مر نقص شي واحد حقر بصورته أو شكله أو بأبنائه أو بزوجته أو تكلم في أشياء لا علم له بها مما تدخل في باب الأعراض كالزيناء كالاتهام بالزيناء وسائل الفواحش إذن فكل مس بشكل الإنسان أي كل من حقر إنسانا لصورته أو لشكله أو لبسه طريقة اللبس دياله يعني أو في مشيته أو تكلم في كونه يغش وهو لا علم له أو تكلم في كونه منافق أو في كونه كذب أو في كونه يصرق أو تكلم في زوجته أو تكلم للزوجة في زوجها بأنه له علاقات أو غير ذلك أو تكلم في الأولاد من أجل التنقيص به تنقيص منه أو تنقيص أمهم كل هذا يدخل في المس بالعرض ويدخل في الاستطالة بالمناسبة الاستطالة المقصود هنايا ليس أن يكثر لا فبمجرد الحديث في أعراض الناس من أجل تنقيصهم وتحقيرهم يعتبر استطالة ويعتبر ظلما شديدا وهذا الظلم بدون شك أنه إذا كان أوعد الله على الربا ما ذكر بأنهم سيأكلون في بطونهم نارا فبدون شك أن العقوبة هنا سيقتص منك صاحبك يوم القيامة يوم القيامة يوقفك هذا الشخص ويقول لك تكلمت في عرضي تكلمت في صورتي تكلمت في شكلي تكلمت في طريقة كلامي تحقيرا تكلمت في طريقة لبسي تكلمت تهمتني بالسرقة تهمتني بالزينة تهمتني بالغيش ولا دليل لك علي إذن فلن أسامحك حتى أسترد منك الحسنات فالعملة التي يكون بها التعامل يوم القيامة هي الحسنات والله سبحانه وتعالى جاءنا في آيات عديدة تحريم هذا السلوك أي المس بأعراض الناس وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بلا القاب بيسر اسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه إذن هذه الآية متطابقة مع مضمون الحديث بل مضمون الحديث مجمل وجاءت هذه الآية وفصلته تفصيلا فيا أيها المستمع والمستمعة يا أيها المشاهد والمشاهدة انتبه إلى لسانك واعلم بأن أي لمز أو غمز لأخيك المسلم في عرضه أي ظن ظننت به من ظنون السوء إنك ستحاسب عليه وتلقى ربك يوم القيامة في وضع لا تحسد عليه لأنك سترد الحسنات إلى صاحبك الذي ظلمته وينتزعها منك انتزاعا وربنا عز وجل علمنا آداب هذا اللسان الذي به نستطيل الذي به ننهش عرض الناس الذي به نحقر الناس الذي به نفسد العلاقات قال الله عز وجل في حقه وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم أي أيها العبد المؤمن عود لسانك على الكلمة الطيبة واختر عود لسانك على اختيار الكلمة الجيدة وأنت تخاطب الناس أو أنت تتحدث عن الناس حتى لا يفهم من كلامك ما يكون فيه مس بعرض أخيك أو بعرض أختك فإن ذلك يحرص عليه الشيطان أي يقذف في قلوب الآخرين إذا كانت العبارات قريبة بأنه يقصده أو يعني يلمزه إذن هذا الحديث لاحظتم أنه من حيث الصناعة والرواية قلنا بأنه صححه العلماء ومن حيث المضمون وجدنا على أن مضمونه بالفعل اجتملت عليه هذه الآيات العظيمة من سورة الحجرات وفي حديث آخر الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أدبا من أعظم الآداب التي تتناسب مع هذا الحديث فقال صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة والحديث طويل ولكن فيه من جملة ما فيه ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة وما أحوجنا إلى ستر الله يوم القيامة يوم تفضح الصرائر ونكشف وما في القلوب يفضح لا يبقى شيء مستور نحن اليوم نجتهد في أن نظهر الصورة الجميلة للناس ونخفي ما في القلوب ونخفي أفعالنا عن الناس لكن الله يوم القيامة يضعنا أمام محشر كل شيء مكشوف يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية كل الخوافي تظهر يظهر نفاقك يظهر خداعك يظهر غشك يظهر ظلمك يظهر سرك الذي حدست فيه الناس بأعراض الناس وحقرتهم كل هذا سيظهر يوم القيامة ويعطى فيه الجزاء لأهله لكن إذا عود الإنسان نفسه في الدنيا بألا يتحدث فيما يتألم الناس منه لأشياء اللي كتألم الناس ما تتكلمش عليها إذا كان شيء واحد ما كيعجبوش أنك تذكر له شيء عيب فيه أو تذكره أولاده أو تذكره عمله أو تذكره شيء من علمه ما تذكره ما دام لا داعية لذكر ذلك نعم لو جاءك إنسان وطلب منك استشارة يريد الزواج من فلان أو من فلان وطلب منك أن تعطيه ما تعرف فاقدم له ما تعرف في حدود ما ينفعه في الزواج ولا تمتد بلسانك في الأشياء التي لم يطلب منك شأنها إن هذا من قبيل الستر المطلوب ومن قبيل الخلق العظيم الذي نبه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدبت نبيه آيات سورة الحجرات بهذا أيها السادة والسيدات نكون قد بينا أن الأحاديث كأحاديث ليس بالضرورة يمكن أن نعمل بها لكن الذي يمكن أن نعمل به ما كان علمه مشهورا في الصحابة ومشهورا في التابعين وقرره الفقهاء هذا إذا كان مما هو من قبيل المشهور وقت تكون بعض الأحاديث التي ليس العمل بها كثيرا هذه شأن وها شأن آخر يضعه الفقهاء في محله بناء على أصوله وقد مثلنا في هذا بالأحاديث التي وردت أن بعض الصحابة كانوا يأكلون ويشربون وقد ظهر الضوء في الشوارع وبينا أيضا أن مما يسمى أحاديث هناك موضوعات مكذوبات على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه احتوى إن كان في معناها شيء الموضوعات المكذوبات فإنه لا يمكن أبدا حملها على أنها أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورأينا أحاديث تضمنت معانيها آيات الكتاب وفصلتها فهذه الأحاديث هي التي يجب أن تكون مشتهرة وهي التي تمثلنا بها بحديث منع الكلام في أعراض الناس فإيانا إيانا أن نشتغل بأعراض الناس فإن العرض خطير وعذابه يوم القيامة شديد لأن الله سيأخذ منك الحسنات ويعطيها لأخيك الذي ظلمته في عرضه وتكلمت فيه في غيبته بما يكره وأيضا إذا قضيت حسناتك فإنه يأخذ من سيئاته ويضعه عليك وهل يا أحد يكون هكذا إلا المفلس أعاذنا الله وإياكم من الفلس اللهم أهدنا في من هديت وعافينا في من عفيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وصلي الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر